حياكم الله هذا الفيديو ما في شي تقني ولكن حابة اشكركم الحمدلله وصلت فوق الثلاثمائة عدت الثلاثمائة مشترك الحين وان شاء الله نستمر ويزداد العدد ادري مقصر الثلاثة شهر الاربعة شهر هذي التزامات الظروف الدوام وغيرها من هالامور هذي اللي منعتني اني اشتغل فعليا وهم المكان الجغرافي هم ما سمحلي فاذا شايفين السيتب اليديد شدي اتوقع احلى هالزاوية هذي مثل ما مكتوب تحت الفيديو عنوانه خطة القناة اول شي ان شاء الله راح اسوي اني راح اغير اسم القناة من امسانسي وراح اخلي ميثمز تدرون قاعد اجرب الى الان قاعد اشوف بالاسامي ميثم اللي هو اسمي انا فهذا اول شي راح اغيره وكذلك هم الانستغرام راح يتغير فبوحد الشغل كامل وعلشان احرص اني استمر احط فيديوهات ما اثقل على نفسي اني احط فيديوين بسبوع او ثلاث فيديوهات بسبوع وبعدين ابطل ما حد شي فراح استمر اني احط فيديو واحد كل اسبوع نحدد يوم كتبولي تحت اي يوم تفضلونه اي وقت يتفضلون عموما راح احط فيديو واحد بالاسبوع واستمر على هذا الجدول لين حصلت لي يعني مجال اني اصور فيديو ثاني راح احطه ولكن الجدول الاساسي هو راح يكون يوم واحد فقط في الاسبوع اما الخطة اليديدة فهي اني اسوي بودكاست البودكاست يعطي للعمر اسهل من ناحية الانتاج تمام واقدر اسولف على راحتي اقدر استرسل بالكلام ما لداعي اختصر كلامي في عشر دقائق خمس دقائق ابي افضفض نتكلم شوي بالتقنية ونتحك فيها فالبودكاست مجرد صوت فانتاجيتها راح تكون اسهل وكذلك تقدر تسمع انت وانت مثلا تسوي رياضة او قاعد تشتغل في البيت او قاعد تسوق السيارة تقدر تسمع اما اليوتيوب انا محدود في عدد دقائق معينة انت لازم تكون عينك على الجهاز فمو كل وقت يناسب انك تشوف اليوتيوب والفيديوهات فالبودكاست بالنسبة لي فرصة اقدر استغلها ان اتكلم في الامور اليديدة وغير من هالامور هذي فان شاء الله راح اخبركم شنو الموضوع على ما تذهب الامور تخلص الامور راح ابلغكم ان شاء الله هنا في اليوتيوب وفي الانستجرام وقبل الله اودعكم السؤال ابيكم تجاوبون عليه تحت تابون احد البودكاست في اليوتيوب هني ولا لا اذا تابون فتابون احط كلبات يعني اجزاء معينة ولا تابوني احد البودكاست كامل فان شاركوني تحت وكلموني وقلوني وبتدي خلصين مشكورين على الدعم مشكورين على كل شي وان شاء الله راح نستمر ونعدل ونطور وان شاء الله الامور سهلات حياكم الله